تطبخ الطعام وتغسل الثياب وتكنس البيت وترتب الأغراض تطيع زوجها وترضع أطفالها وتربي أبناءها وتعنى بشؤون بيتها وتتعب من أجل الجميع فأي أجر يفوتها إن لم تحتسب ذلك كله عند الله تعالى إن المرأة المسلمة متى قصرت معنى العبادة على الصيام والصلاة فاتها أجر عظيم وثواب جزيل فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومن هنا كان عمل المرأة في بيتها واهتمامها بتربية أولادها وحسن معاشرتها لزوجها عبادة وقربة إلى الله تعالى يرجى ثوابها منه سبحانه فكيف أيتها الزوجة؟ إذا حصل بعض ذلك أو كله في زمان فاضل كأيام رمضان وليالي وإليك هذا المثل إن بعض النساء قد يظن أن الزوج الذي اشترى الطعام في رمضان بماله هو فقط من حاز الأجر كله كلا فالزوجة كذلك تساهم بإعدادها الطعام في تفطير الصائمين من أهل بيتها أو حينما ينزل عدد من الضيوف بزوجها أو عندما يرسل الزوج طعاما لبعض الفقراء والمساكين فتدخل بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فتؤجر على اليوم الواحد بأيام كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم